شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل للمرة الأولى احتضنت جامعة بابل مهرجانا سينمائيا خاصا بتوعية الطلبة بمخاطر آفة المخدرات ثمانية أفلام قصيرة تم عرضها في المهرجان عالجت المشاكل والتحديات التي تعاني منها الأسر جراء الإدمان وتعاطي المخدرات حاول منفذوها من طلبة الكليات الفنية في الجامعات العراقية تجنيب الشباب الإنخراط في صفوف المتعاطين وحثهم على البحث عن مستقبلهم وهذا المهرجان يسعى إلى رسال رسالة إلى مجتمعنا وإلى شبابنا أنه يبينلهم آثار المخدرات وماذا تأثيرها السلبي على المجتمع وعلى الفرد النفسية والاقتصادية والجسدية أطلقت وزارة الداخلية في السنة الأخيرة حملة كبيرة لضرب أوكار المتاجرين والموزعين للمخدرات وحملة موازية لها لتوعية الشباب والمراهقين ضد خطر المخدرات مدير شرطة بابل أكد استمرار هذه الحملة للقضاء على المخدرات داخل المحافظة لإصال كلمة وزارة الداخلية بوضع الخطط الاستراتيجية التي تبدأ من المجتمع ومن الجامعة ومن ثم نتطرق إلى باقي الفئات ضمن مجتمعنا لمعالجة المخدرات ووضع الخطط والحلول لمعالجة هذه الآفة الخطيرة ناشطون مدنيون أثنوا على جهود وزارة الداخلية للقضاء على المخدرات مطالبين بالسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول المخدرات إلى العراق فعاليات التي تقيمها الجهات الأمنية في الكليات ومدارس هذه مهمة لمكافحة المخدرات وأيضا معلومات بالنسبة للطلبة لكن قبل هذا لازم تكون حدودنا مضبوطة بشكل ممتاز بشكل مهم باستخدام منظومات الحديثة للكامرات الحرارية وغير ذلك بالمساءة الأمنية أكثر من 250 متهما اعتقلتهم مديرية شؤون المخدرات في بابل بتهمة المخدرات اكتسب عدد كبير منهم الشفاء التام وعادوا ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي عيسى العطواني الحرة بابل